أقام مركز بحوث الشرق الأوسط بالتعاون مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة مؤتمرا تحت عنوان الحوار القومي الطريق إلى الدولة الفلسطينية بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح ودكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع ودكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط ودكتور إبراهيم البحراوي المقرر العلمي للمؤتمر وعدد من المهتمين بقضية فلسطين محاور هذا المؤتمر هي تبحث عن آليات الدعم الممكنة والمتاحة لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وهذا في الحقيقة يتطلب نشر مقرجات هذا المؤتمر وتعميمها حتى ووضع آليات لها كيف يمكن أن يتم تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة هذا الحق في ظل التحديات التي تواجهه وخاصة المحاولات الإسرائيلية المستمرة اليائسة أقول اليائسة للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وأنما تريد أن تستبدل هذه الدولة بكنتونات وجزر منعزلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤتمر الحوار القومي الطريق إلى الدولة الفلسطينية هذا المؤتمر في غاية الأهمية بيعقده مركز بحوش شارك الأوسط والدرسات المستقبلية بالجامعة دعماً للقضية الفلسطينية ومتخذ القرار الفلسطيني والعربي خاصةً في أعقاب التصريح الأصدر والرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة تلوات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإحنا في مركز شارك الأوسط عقدنا مؤتمر عقب هذا التصريح مباشرةً وحضروا أيضاً السفير الفلسطيني وأصدرنا احتجاج ونشر في الصحافة المصرية ولكن اليوم عقدنا مؤتمر موسع بيحضره مجموعة وكوكبة من الأكاديميين ورجال الفكر والسياسة من مصر وفلسطين لوضع التصورات لحل القضية الفلسطينية وحلاً عادلاً على الأساس المواصيق والاتفاقيات الدولية اللي تم الاتفاق عليه عندنا ورقة مهمة جداً سيقدمها الدكتور طارق فهمي هي حول كيفية التأثير في الواقع الإسرائيلي كيف يمكن للعرب أن يؤثروا في الأفكار الإسرائيلية المتطرفة وكيف يمكن أن ندفع هذا المجتمع إلى فكرة السلام العادل والشامل بدلاً من التمسك بأفكار التوسع القائمة حتى الآن جاء المؤتمر بالتزام مع توجه السياسة الفلسطينية في الوقت الأخير نحو الالتزام بالسلام والتوجه إلى حل الدولتين كذلك تدارس الواقع الفلسطيني في الدفة الغربية بكفة جوانبه الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وبهدف إيقاظ الوعي العربي للاهتمام بالقضية الفلسطينية ولوضع مكترحات وتصورات أمام متخذ القرار العربي لحل القضية خلال الأربع سنوات الماضية أجرت الدولة المصرية مباحثات جدة بشأن القضية الفلسطينية ملف تنظر الدولة العربية مجدداً إلى ضرورة وقف نزيف الدم هناك والالتزام بالسلام الشامل والمرضي لجميع الأطراف من مؤتمر الطريق إلى الدولة الفلسطينية فريد إدوار في النوم